بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أرحب بكم وعزائي الطلبة في المحاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم رح نحكي عن يونت 53 بكتاب لغرامور كتاب النحو الطبعة الجديدة المرحلة الأولى وبعض الكليات يعتبر مرحلة ثانية اليوم رح نحكي عن أفعال تاخذ ING بهذا اليونت نطيك مجموعة من الأفعال هذا الأفعال يجوارها دائما فعل بING الافعال هاللي يستوب ركميند ادمت افايد اماجن هاي الافعال كل هاي جوارها فعل BING احفظ ليها ركز لي عليها كلش مهمة طبعا بمكن تسألنا بالامتحان تقول لستاذ شوان تجي بالامتحان طبعا بالامتحان يجيب لك جملة مثلا يقول لك stop مثلا to talk انت تقول لغلط stop talking ممكن يقول لك اكتشف الخطأ ممكن يقول لك I don't مثلا مثلا على سبيل المثال finished cleaned قال لك صحيح الخطأ تقول لك cleaning فدير بالك هاي الافعال يجي ورها دائما فعل BING وريدك تنتبه لها على ملاحظة مهمة انه هاي الافعال ما لها علاقة بالزمن يعني انا اذا لقيتها ING ايهاي ركومند هذول الافعال stop اذا لقيتها ماضي مضارع مستقبل انت ما لك علاقة بيوم حتى لو تجيك هي بها ING ما لك علاقة بيه دائما هاي الافعال يجي ورها فعل بها ING ما اكو سبب لا تقول لي زمن ما لعلاقة لا زمن يعني عسى ما اذا لقيتها بها ING وبها ING وبها ING ما لك علاقة بيها الافعال هذول اللي بالجدول هذا هذول مننا علاقة بيهم من اشوفهم عسى ما يكونون ING E.D تصريف ثالث من اللي علاقة بيهم اللي وراهم وحط لها ING خرص أخذ اخذ ذلوا كلهم وراهم بيجي فعل BING تصريف ذلنا كلهم ايجوا وراهنا افعال BING تصريف تصريف الناس تصريف 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 طبعا هذا كل اللي شفتو كل طبعا نحن ناخذ يونتات ان شاء الله اليونتات البقية راح نطيكم بعض معلومات اضافية يمكن اكون شغلات بهذا اليونت انا ما اخذت لان راح يجو وقتها ان شاء الله باليونتات القادمة اللي اريدك تحفظ غياة انه هاي الافعال اللي شوفون بهذا الجدول وبهذا الجدول ذول افعال دائما يجي بهم ING هس انت شوف هم تحس هم سهلات ولكن راح يجوك افعال غير ذول يجي وراهم تكون تقدر تكتبهم وتنطع عليهم مثال ضروري جدا تحفظ على كل وحدة مثال ضروري جدا يعني مثلا الستوب توكين مثلا هاي الامثل راح تخليك المادة تنطبع بذهنك متنساها ابت فركزولي على هاي المادة وان شاء الله يا رب فهمتوها اي سؤال اوسط افسار فان حاضر